مع الزياد وطيرة الاغتيالات التي تستهدف الجيش والمقاومة في محافظة تعز في العشر الايام الاولى من شهر رمضان المبارك والتي رحى ضحيتها قرابة العشرة قتلى وجرحى من منتسب الوحدات العسكرية والامنية يبدو المحافظ امين محمود مصرا على استغلال الفرصة لانتزاع سيطرة عسكرية وامنية مطلقة له كمحافظ تعز بشكل يخالف القانون والدستور تنفيذا لاجندات سياسية يرفضها الشارع في تعز بحسب مذكرات سربها مكتب المحافظ على وسائل التواصل فان محافظ تعز يعتزم اعادة تشكيل الجيش وهيكلته بناء على رؤية خاصة بحساباته السياسية التي تحول منصب محافظ المحافظة من منصب اداري وتنفيذي يشرف على سير اجهزة السلطة المحلية واجهزة المكاتب الوزرية الى حاكم مطلق للمدينة يصدر القرارات والتعيينات بشكل ينتهك القانون والدستور بما فيها تعين مقربين اسريا منه في منصب مالية ورقابية وصولا الى عزمه تشكيل لجنة للتدخل في طبيعة بنية الجيش والامن ضمن اجراءات تدمر ما بقي من الشرعية اجراءات المحافظ المعين بشكل استثنائي لتصريف الاعمال في المحافظة صارت محل جدل ورفض واسع خاصة بعد تشكيله لجنة تهدئة اعاقت حملة امنية اطلقها الجيش والامن قبل اسابيع للسيطرة على المنطقة الشرقية حيث تتمركز عصابات الفوضى والاغتيالات ورغم توقيع اللجنة المشكلة من جانب المحافظ مع قيادات متمردة في المقاومة على الجيش تقضي بتسليم المختطفين لديها وتسليم المتهمين بجرائم اغتيالات واختطافات للامن واستلام القوات الامنية لكافة المؤسسات الا ان المحافظة يصرف النظر عن المعرقل الحقيقي لتنفيذ الاتفاق وتواجد الدولة ويمنح نفسه صلاحيات للتدخل في الجيش والامن الى الحد الذي يقرر فيه عدد الاطقم والمدرعات والالوية المشاركة فيها ضمن خططه المشؤومة لتحويل المدينة الى حكم عسكري مطلق بينما يقتضي الدستور النافذ في البلد ان ادارة المؤسسات العسكرية والامنية هي من صلاحيات القائد الاعلى للجيش ووزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات التابعة لها وبدلا من اعتماد المطلب الجماهيري بسيطرة الدولة على جميع المناطق المحررة والتعاون مع القوى السياسية والالتزام بقانون السلطة المحلية تمهيدا لترضي ميليشيات السلالة الامامية فان المحافظة يعتمد على لجان وساطة مشبوهة تضعف من هيبة الجيش والامن والدولة بشكل عام وتحولها الى صفقات قابلة للمزايدة حتى لو كانت على حساب دماء الجيش والمواطنين في مركز المحافظة المحاصر من اجل اقامة حكم عسكري بصلاحيات مطلقة اشتركوا في القناة